رفضت السلطات الجزائرية كما كان متوقعاً استقبال رحلة جوية مباشرة للمنتخب الوطني المحلي من المغرب إلى قسنطنة التي كان من المفترض أن تحتضن مباريات الأسود المحلية في دور المجموعات. رسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاتحاد الجزائرية لتسهيل مهمة جامعة كرة القدم على اعتبار أن الحدث الكروي الإفريقي ينظم تحت مظلته وعلى الاتحاد الجزائري تطبيق التعليمات والقوانين المعمول بها، ومع ذلك رفضت الجزائر بأن تكون رحلة الأسود المحلية مباشرة وعلى متن الخطوط الملكية المغربية الناقلة الرسمية للمنتخبات الوطنية. جدير بالذكر أن فوز لقجع رئيس جامعة كرة القدم كان قد شدد في أكثر من خرجة إعلامية على شرط توفير خط جوي مباشر للمنتخب الوطني المحلي حامل لقب النسختين الأخيرتين نظير مشاركته في شان الجزائر، الذي يسبق انطلاق منافسته العديد من الانسحابات مما يهدد استمرار التظاهرة الإفريقية مستقبلا.